فدرت به هل أجد له باباً فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه والربيع هو الجدول الصغير فاحتفست فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه فقال اذهب بنعلي هتين فمن لقيت من ورائي هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة وذكر الحديث بطوله رواه مسلم هذا الحديث فيه من الفوائد أولا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يستفيدوا منه وفي مرة كانوا قعودا حول الرسول صلى الله عليه وسلم ومعهم أبو بكر وعمر وكما مر علينا أنه كثيرا ما يأتي في الحديث أن نبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر فكان وزيراه وصاحباه رضي الله عنهم وأرضاهم فكان وزيريه وصاحبيه رضي الله عنهم وأرضاهم فأبو بكر وعمر كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أنا وأبو بكر وعمر ويصدق هذا أبو بكر وعمر ويؤمن بهذا أبو بكر وعمر كل هذا فضيل لهذين الصحابيين الجليلين وفي هذا الحديث يقول أبو هريرة كنا قعودا حول النبي معنا نفر ومعنا أبو بكر وعمر فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ علينا فلما أبطى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم خشوا أن يقتطع من دونهم يعني أن يقطعه أحد من المنافقين من الكافرين الذين يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم فعندما خافوا رضي الله عنهم وأرضاهم قاموا وفزعوا وهذه دليل على إيمانهم رضي الله عنهم وأرضاهم وأنهم يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ودليل على شجاعتهم ومن أشجعهم أبو هريرة رضي الله عنه فكان هو أول من قام فزعا يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو هريرة ليس فقط راوي لي حديث الرسول وحافظ لي حديث الرسول بل كان شجاعا يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى حائطا لبني النجار من الأنصار فدار على الحائط حتى يجد باباً يدخل عليه فلم يجد باباً مفتوحاً يدخل منه فرأى جدولاً صغيراً وهو النهر فاحتفز أي أنه تصاغر كالثعلب ثم دخل فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة قال نعم قال ما شأنك فقاله إنك خرجت وابطأت علينا وخشينا أن تقطع دوننا فقاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذهب وبشر من خلف هذا الحائط أنه من يشهد لا إله إلا الله مستيقناً بها دخل الجنة وأعطاه نعليه أعطى أبو هريرة نعليه وقد ذكر بعض العلم أن سبب إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم نعليه لأبي هريرة من أجل أن يصدق الناس أن الخبر من رسول الله لأن معه علامة أنه جاء من رسول الله وهي نعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه اذهب بنعليه هتين يعني علامة على صدقك أنك جيت من عندي فمن لقيث من ورائي هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة وانظر هنا القيد ليس لا إله إلا الله مجرد كلمة قال يعني بعض الناس الآن يقول من قال لا إله إلا الله يفعل ما يفعل فهو مسلم ليس صحيحاً ولو ترك كل الأعمال ولو فعل كل الشرك وكل الكفر يكفي أنه يقول لا إله إلا الله ما ينفع هذا لا إله إلا الله لها شروط لها أركان لا بد من تحقيقها وإلا لا تنفع فقد كان المنافقون يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكن لم تنفعهم في الدرك الأسفل من النار لأن قلوبهم لم تؤمن حقيقة فكانوا يتظاهرون بها فلم تنفعهم وكانوا مسلمة الكذاب ومن معه يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنهم فعلوا ناقضاً من نواقض الإسلام فادعى النبوة قال ومسلمة رسول الله فقاتلهم الصحابة قتال الكفار مع أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله فقاتلوهم قتال الكفار ومن تاب من أصحاب مسلمة الكذاب فإنهم يأخذون عليه عهداً يقول إن قتلاكم يعني قتل أصحاب مسلمة في النار وقتل الصحابة في الجنة حتى يشهد بهذا فإذا شهد بهذا قبلوا منه إسلامه فإذن المسألة ليست مجرد تقول لا إله إلا الله وتفعل ما تريد وتترك ما تريد لا لا إله إلا الله كلمة لها أركان لها شروط لا بد أن يقولها الإنسان يقولها الإنسان متيقنا مخلصا وإذا كانوا متيقنا مخلصا فلا بد أن يعمل ولا بد أن يترك الشرك والكفر فكلمة لا إله إلا الله كلمة التقوى ما هي بكلمة فجور يعني بعض الناس لا جعلها كلمة فجور قل لا إله الله ويفعل ما شئت يسجد الأصنام يهين القرآن يسهز بالدين لا تكفر يقول لك لأنه يقول لا إله إلا الله لا إلا الله كلمة تقوى ما هي بكلمة فجور يفعلها إذا قالها يفعل ما يشاء لا إذا قالها يتمسك بها ويقوم بشروطها ويقوم بأركانها وبحقوقها وإلا فإن هذه الكريمة لا تنفعه فإذا هنا قيد قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه وهذا اليقين لابد أن يظهر فليس هناك يقين في القلب لا يظهر على العمل وإذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صالح سائر جسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب فلا يأتي رجل يقول أنا ولا مستيق بقلبي لا إله إلا الله وأنا مؤمن بقلبي ولا نرى ذلك الأثر على أعمالك هذا كذب لأنه لو صلوح القلب صلاحة الأعمال وصلاحة الجوارح ولكن فساد جوارحك وفساد أعمالك دليل على فساد باطنك وهو القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الله أعلم وحكم صلى الله وسلم نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين شكرا